اشتركوا في القناة هنتكلم النهاردة عن العنوان والعنوان بيكون عنوان لمقال أو عنوان لإيميل أو عنوان لريبورت أو مقال في جريدة أو عنوان باراغراف زي ما احنا عايزين عنوان لأي مقال طبعا عند كتابة العنوان لابد من مراعاة مواصفات كتابة العنوان فالعنوان ليس مقرد كلمات تكتب في منتصف السطر فقط ولكن هناك قواعد لابد من مراعاةها عند كتابة العنوان أول حاجة معنا The first letter in the title should be capital The first letter in the title should be capital بمعنى أن أول حرف في كل كلمة في عنواني لازم تكون capital قدامي example بيقول لي The education in Egypt لو خطي بالي The T capital T for the Education E for education E capital N I small وحنتكلم ليه عمقل عملناها small E for Egypt E capital يبقى كل حرف أول حرف من كل كلمة في عنواني تكون capital فيما عدا البروبوزيشنز حروف الجر اللي زي in, on, out, of, of العنوان اللي فات اللي قابلنا اللي حرف ال-N فيه كانت I for N small دلوقتي حنعرف ليه لأن البروبوزيشن بكتبها small letter يبقى البروبوزيشن in, on, out, of, and so on should be small letter ايه تاني ايه عندي كمان connectors الروابط اللي زي and or so but should be small letter يبقى لو قابلني رابط فيه عنوان حكتبه small letter رابط زي and or so أو but يبقى البروبوزيشنز small connectors small مع عدا باقي الكلمات في التايتل تكون capital ايه تاني يبقى يكون small articles articles اللي هي أدوات المعرفة أو أدوات الماكرة زي a, an, za طيب زي لو قابلتني اول كلمة في العنوان لابد ان تكون الت بتاعتها capital اما لو قابلتني في منتصف العنوان بتكون small يبقى articles زي a and za في كتابة العنوان هنتكلم في جزئية تانية تخص أسماء الإشارة اهي قابلتنا اسم الإشارة عندي لو كان زيس وهو جامع زيس أو لو كان زوس وهو جامع ذات لو خدت بالي زيس مكونة من أربع حروف في الحالة دي اكتبها small letter في التايتل أما لو الجامع بتاعها هيكون مكون من خمسة أحرف أو أكثر يعني أعد حروف زيس أو أعد حروف زوس هتلاقوهم خمسة أحرف في الحالة دي هكتبه capital letter جزالك above أو أي حرف ضر يكون أكتر من خمسة أحرف يكتبه capital طيب في التايتل في العنوان لو كان التايتل اللي أنا حكتب مقال مثلا وحتعجب من شيء ممكن أحط في آخره exclamation mark زي ما أقول what a mess يالها من فاوضى what a life يالها من حياة أحط exclamation mark لو كان عنواني التايتل بتاعها عبارة عن تساؤل أحط which mark زي ما أقول what time لنضع في آخر العنوان fall stop لأن اتفقنا العنوان أنا بكتبه في النص والعنوان بيكون عبارة غير مكتملة المعنى فما ينفعش أحط في آخرها fall stop لأن العنوان يعتبر phrase وليس sentence يعني يعتبر عبارة أو جملة غير مكتملة المعنى فما ينفعش أضع في نهاية عنواني fall stop بخلاف exclamation mark أقدر أحطها بخلاف question mark أقدر أحطها زي ما قلنا لو وصل عدد أحرف حروف الجار أو الروابط أكتر من خمسة بكتبها كابيرال وليس small كانت نقطة مهمة لابد أن نوضحها في النهاية بحب أشكركم شكرا أنت مRe gesehen ر対كم إلى التانية اشتركوا في القناة خرجوا في القناة